ان انت بعد كل السنوات دي بتيجي كده بسبب يعني حتى ما ديتش فرصة نادى عبدالصمد تدفع عن نفسها ولكن هزا هو رأيها طب هل ده الرأي انت بتحسبنا عليه مش بحسبك بس ده أنا بحسبك وأعدك في البيت بحسبك وأعدك في البيت فنادى عبدالصمد النهاردة تدفع هذا التمن الانحياز الشعب الفلسطيني لمجرد انه قالت رأيي قالت الرأيي اللي هو زي اي حد مزاعم البي بي سي اكاذيب البي بي سي يعني البي بي سي وانت النهاردة فضايح فضيحة بريطانيا فضايحة الغرب فيما يتعلق به الرأي وحرية الرأي والتعبير اتضح انه كله اكلشيهات اكلشيه كده بيسمعون الناس ويعود يقولوا حقوق الانسان الرأي والتعبير ويعودوا يقولوا الكلام ده فارغ وعلى الارض الواقع قادي قدامك الواقع الواقع قالت رأيها الرأي بالمناسبة ده نادة عبدالصمد يعني عملت اعادة لتغريدة تغريدة عملت لها اعادة يعني وبالتالي انه فصلوها فعادت فيه مقال يعني اعتبروا ده هو رأيها طب هي حرة هو مش ده يدخل في اطار الرأي ولا ده البي بي سي وبريطانيا ده مش حريت رأيه تعبير اعتبروا ده جريمة وبالتالي تدفع نادة عبدالصمد هذا التمن انا بكلمك على الاعلام الغربي الاعلام الانجليزي المنافق اللي احنا طول عمرنا من التكلم على البي بي سي وده كان موقفنا دايما منهم ولا تتعجب ابدا لما تلاقيهم تكميم الافواء في البي بي سي قتل الاعلام في البي بي سي فصل موضوع النهاردة بتتكلم على طرد على وقف على سجن اي حد في بلاد الغرب يقول رأي مخالف لما يجري تاني بعيدا عن دعم جيش الاحتلال يعني انت لو تدعم فلسطين هتتفصل او توقف العمل او تتسجن لكن تدعم ابادة الشعب الفلسطيني هيدوكم مكافأة يعني البي بي سي انه ندى تخرج عن السياق وتدعم الشعب الفلسطيني فما كانها ايه تقعد في البيت هذه هي البي بي سي وهذا هو الاعلام الغربي ودي الدول التي تتحدث زي من وتقولك حرية الرأوة والتعبير وحقوق الانسان تفضحوا تفضحوا ما جرى من 7 اكتوبر للنهاردة ما احنا بالمناسبة مش كنا بنقول ده على مدار سنوات مش لسه بنقوله ولكن جاء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني كان كاشفا عن سوء نوايا الغرب عن حقيقة الغرب العملين السنوات نقولك يا جماعة ما تصدقهمش يا جماعة الناس دي عندها مصالحة ييجي ماكرون يتكلم على حقوق الانسان ولا بايدن ولا أبلو مين طب شفت النهاردة بيعمله ايه ولا شولت تقدر النهاردة حد يتكلم على ده حد شاجره حد شاجره أبدا والنهاردة كان المفاوض السامي لحقوق الانسان كان مع السيدة أحمد بغيط الأمير العام لجمع الدول العربية مع السيد سامي حيشوكو رزير خارجية عايز أقولكو حصل يعني أقدر أقولها كده خد درسي حقوق الانسان بقى هو أتكلمنا عن حقوق الانسان انتو فين ما تكشفت على حقيقتكم انتو يا مفاوض السامي هو فين انت من المجازر والإبادة اللي موجودة في فلسطين وانت عمد تطلعوا بيانات وتتكلموا على الدول وتدي دروس طب انت فين وانت فين وانتو فين يا غرب من هذه الإبادة انتو فين نهاردة تجوزنا عشر تلاف تلتمية شهيد منهم أكتر من قرابة خمس تلاف طفل في فلسطين